الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأرحب بكم في لقاء أتذكر فيه معكم الأيالي الخوالي والأيام الخالية تلك الأيام التي مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت سببا من أسباب السعادة للبشرية نزول الرحمات كما قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أتذكر معكم في هذا اليوم قصة خزوة أحد التي يقول الله جل وعلا فيها وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون هذه الغزوة العظيمة جاءت بعد غزوة بدر وذلك أن أهل مكة لما انهزموا في بدر وقتل كبارهم وصناديدهم حسوا بالنقيصة وبدأت موازين القوى تنصرف عنهم وأصبح الناس ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأراد أهل مكة أن يثأروا لأنفسهم وأن تكون هناك وقعة أخرى استردون بها سمعتهم كان بإمكانهم لما علموا أن القافلة قد سلمت يوم بدر أن ينسحبوا فيكونوا بذلك قد حافظوا على مكانتهم ولكن أبت عن جهيتهم وكبرياؤهم إلا أن يستمروا فكسروا كسرة عظيمة عادوا إلى مكة مكسورين مخذولين لكنهم بعد ذلك بدأوا استجمعون القوى ويحاولون أن يثأروا لأنفسهم فتجمعت كريش وجمعت عتادها وخرجوا لغزو النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تلك المعركة العظيمة ألا وهي معركة أحد في ذلك اليوم العظيم خرج النبي صلى الله عليه وسلم أبي أصحابه وصفهم صفا جيدا واستعرض الجيش وأمر طائفة من أصحابه أن يبقوا على الجبل أن يبقوا على الجبل ألا وهم الرمات وكان قائدهم عبد الله وكان قائدهم عبد الله ابن جبير رضي الله عنه وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في الجبل وكان عددهم خمسين رجلا وقال لهم اجلسوا في مكانكم ولا تبرحوا ولا تنزلوا ولو رأيتمون تخطفون الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا بشيء وإن رأيتمون هزمون القوم وظهروا علينا وأوطأونا فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم فبقوا في أعلى الجبل خمسون رجلا هم الرمات والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد استعدوا وجهزوا أمرهم في أسفل الجبل وقريش أمامهم ابتدأت المعركة وكانت القوى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فحينئذ انهزم أهل مكة لما رأوه من صلابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يقول البراء بن عازب فلما لقيناهم هربوا وقال تعالى اتحسونهم يعني تقتلون فيهم وذلك أنهم انهزموا ولم يبقوا أمام المسلمين قال فهزموهم يقول البراء بن عازب فأنا والله رأيت النساء يشددن في الجبل نساء قريش قد انهزموا قد بدت خلاخيلهن وهن الحلي الذي يكون في الأقدام ورفعنا عن أسواقهن رافعات ثيابهن حينئذ من شاهد ذلك الموقف وظن أن المعركة انتهت بذلك وهذا هو الذي جرى في أذهان أولئك الرمات الذين على الجبل فحينئذ قال أصحاب ابن جبير من الرمات الذين على الجبل الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فماذا تنتظرون فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة عبد الله بن جبير بدأ يذكرهم يقول أنسيتم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يعهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم من لا تبرحوا وأخذوا يذكرهم فأبوا فقالوا والله لنأتين الناس فلنشاركنهم في الغنيمة ولنصيبن معهم الغنيمة فلما أبوا وأتوهم ونزلوا حينئذ شاهد من شاهد من قادة قريش موقع الرمات قد خلا وأن الرمات قد نزلوا وحينئذ استمالوا على الوادي وصعدوا الجبل مع الجهة الأخرى وبالتالي تغيرت كفة المعركة وأصبح المسلمون بين كفة الكماشة ماذا وقع وما الذي حصل سأحكيه لكم إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله جل وعلا حياكم الله بعد هذا الفاصل كنا ذكرنا موقف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة أحد وأن الرمات الذين على الجبل وعددهم خمسون لم يمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمتثلوا لقائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه فنزلوا يبحثون عن الغنيمة في استدار المشركون ووقع أهل الإسلام بين قوتين من قوات قريش في ذلك الموقف تضعضع الصحابة انهزم عدد منهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم في أخراهم لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد قليل قرابة 12 رجلا وحينئذ وقع ما وقع في المعركة قتل من المسلمين سبعون رجلا وهذا ما ذكره الله جل وعلا من قوله قد أصبتم مثليها أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها فالمسلمون قتل منهم سبعون في يوم أحد بينما في بدر قتل المسلمون سبعين وأسروا سبعين وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من أنواع الإصابات في تلك المعركة مما سنذكره بعد قليل وقتل عدد من أصحابه وحينئذ تفاصل الناس إذا نظرت وجدت وجدت أن الهدف الأساس الذي قدم من أجله المشركون وهو أخمات نور الإسلام والقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل لهم وأن المسلمين مع هزيمتهم بقوا على قوتهم حينئذ علمت أن قريشا لم يحقق ذلك الانتصار الكبير صحيح كان عندهم شيء من السمع أن ننتصرنا وإلا فإنه لم يكن نصرا كاملا بعد ذلك خرج أبو سفيان وأشرف على الناس وصاحب أعلى صوته أفي القوم محمد ثلاث مرات فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوا قال لا تجيبوه ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة يقصد أبا بكر الصديق أفي القوم ابن أبي قحافة أفي القوم ابن أبي قحافة ثلاث مرات قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه ثم قال أفي القوم ابن الخطاب ثلاث مرات فلم يجيبه أحد ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا فلو كانوا أحياء لا أجابوا فما ملك عمر نفسه فرفع صوته فقال كذبت والله يا عدو الله أبشر بالذي يسوءك ووالله إن الذين عددتهم لأحياء كلهم وقد أبقى الله عليك ما يسوءك فحينئذ قال أبو سفيان يوم بيوم يعني يوم أحد بيوم بدر والحرب السجال وإنكم ستجدون في القوم مثله يعني بعض الصحابة الذين قتلوا وجد من قام بفعل بعض الأفعال بهم بعد موتهم من تقطيع أعضائهم ونحو ذلك وإنكم ستجدون في القوم مثله لم آمر بها ولم تسؤني ثم أخذ يرتجز أعله بل أعله بل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه أجيبوه قالوا يا رسول الله وما نقيل وما نقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل قال أبو سفيان إن لنا العزة ولا عزة لكم كيف يكون من شأن عاقل أن يفخر بتلك الأصنام وأن يلتجئ إليها وأن يظن أنها تنصره فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه أجيبوه فقالوا يا رسول الله وما نقول قالوا قولوا الله مولانا ولا مولا لكم الله مولانا ولا مولا لكم فهكذا تفاصل القوم في ذلك اليوم النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة وفيه عدد من الجراح وتمت مداواته مما يدل على أن المداوات للجرحة من الأمور المشروعة فإن معالجة الأمراض أمر مرغب فيه في الشرع وليس كما يذكره بعض الناس بأنه ليس مرغبا فيه وأنه ينافي التوكل بل من التوكل فعل الأسباب ومن فعل الأسباب التداوي يقول سهل بن سعد الساعدي لما سأله بعض التابعين بأي شيء تداوى النبي صلى الله عليه وسلم في جرحه فقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل جرحه وسكب عليه الماء وكان صلى الله عليه وسلم قد كسرت عليه بيضة السلاح التي كانت عليه وخرج الدم من وجهه وتكسرت بعض أسنانه كسرت رباعيته وحينئذ كانوا يأتون بالماء في المجن في الدرع ويقومون بسكبها على وجه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جروحه يريدون أن يستمسك الدم لكنه يزيد كثرة حينئذ أخذوا حصيرا فأحرقوه وجعلوه رمادا فقاموا بوضع ذلك الرماد على جرح النبي صلى الله عليه وسلم فاستمسك دمه صلى الله عليه وسلم ماذا وقع بعد ذلك؟ لعلنا نستمع إليه بعد الفاصل بإذن الله تعالى حياكم الله وأهلا وسهلا بعد هذا الفاصل ذكرنا ما وقع في غزوتي أحد ولكن لما خرج المشركون وابتعدوا عن المدينة وقفوا وتفكروا ما الذي فعلتم؟ لما أتيتم إلى المدينة وقاربتم أن تقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم قاربتم أن تقضوا على محمد وأصبح بين أيديكم والقوم ضعاف عدتم وتركتموهم لم تحققوا شيئا حينئذ قالوا فلنرجع ولنقم بتبهيتهم واجتثاثهم وقتلهم جميعا وكان ذلك في مكان يقال له حمراء الأسد فعزموا على ذلك فجاء الخبر من السماء وحيا للنبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا لملاقاتهم كان هناك من يحاول أن يخذل في المسلمين وأن يرجف ما بينهم كما في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله نعم الوكيد فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء نعم سمع أهل مكة ومن حولهم ومن معهم بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد استعد للقتال وبدأ بالخروج من المدينة مع أصحابه فحينئذ تشاور أهل مكة فيما بينهم وقالوا قد كسبتم المغركة فعودوا خوفا من أن تعودوا إلى المدينة فيكون هذا من أسباب هزيمتكم فينقلب نصركم هزيمة وتشاوروا فاجتمعوا على هذا الرأي فانسحبوا إلى مكة ولم ينفذوا ما عزموا عليه من الرجوع إلى المدينة وحينئذ وصف الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقوله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله نعم اتبعوا رضوان الله ثم قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين أمر الله جل وعلا المؤمنين بعبادات قلبية تربطهم برب العزة والجلال مرة يأمرهم بالتوكل بأن تعتمد قلوبهم على الله سبحانه وتعالى ويفعل الأسباب لا ظن منهم أن الأسباب تؤثر بنفسها وإنما يعلمون أن الله عز وجل هو الذي يحرك الأسباب وهو الذي ينفذها بقضائه وقدره وخلقه سبحانه وتعالى وهكذا يعلمون أن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون ولذلك فهم يرجونه سبحانه وتعالى ويؤملون منه الخير والفضل وفي نفس الوقت يخافون منه سبحانه كما قال في هذه الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة نعم أراد الله عز وجل أن تضيع حسناتهم بما يؤدونه من أعمال سيئة في الدنيا بحيث إذا جاء يوم القيامة فإذا حسناتهم قد ذهبت ولم يبق إلا سيئاتهم فيجازون عليها سوء الجزاء ويحل عليهم العذاب العظيم المقيم وبعد تلك المعركة اجتمع أهل الإسلام ودفنوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المدينة وجبل أحد غفر الله لهم وكان من من مات في هذه الوقعة حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قتله وحشي من أجل أن يحصل بذلك على حريته فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفاة عمه رضي الله عنه حمزة الذي كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة الرجل الشجاع الذي له وقائع كثيرة في نصرة الدعوة وفي حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثماني سنين خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقبرة الشهداء في أحد وسلم عليهم ودعا لهم كالمودعي لهم صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا اشتركوا في القناة